تحل اليوم الذكرى التاسعة عشر على رحيل الفنانة مديحة كامل احدى ابرز الفنانات في تاريخ السينما المصرية خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي التقرير التالي يلقى ضوء على مسيرة الفنانة الراحلة من التألق على مصرح المدرسة الى افيشات السينما هكذا انتقلت الفنانة الراحلة مديحة كامل الى قمة الهرم الفني عبر مسيرتها التي امتدت لنحو ربع كرن ولدت مديحة كامل في الثالث من اغسطس عام 1948 بالاسكندرية وانتقلت بعد ذلك للقاهرة وتخرجت من كلية الاداب جامعة عين شمس وبدأ مشوارها الفنية عام 1963 وهي لا تزال طالبة بالجامعة حيث قدمت مجموعة من الادوار الصغيرة في السينما والمصرح ثم تدرجت في الادوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة امام الفنان فريد شوقي من خلال فيلم 30 يوم في السجن اواخر الستينات من القرن الماضي الا ان دورها كجاسوسة في فيلم الصعود الى الهاوية كان ما ادخلها عالم النجومية السينمائية عقد الثمانينات كان العهد الزهبي لمديحة كامل حيث تصدرت افيشات السينما وحازت على دور البطولة امام الكثير من النجوم وكان ابرز افلامها المعلمة سماح واصعب جواز كما كانت لها بصمة في المصرح عبر العديد من المصرحيات واهمها هلو شلبي ولعبة اسمها الفلوس اما في الشاشة الصغيرة فقد قدمت مسلسلات شهيرة اهمها العنكبوت ورغم احتلالها قمة الهرم الفني كررت مديحة كامل ارتداء الحجاب والاعتزال في عام 1993 قبل اربعة اعوام على وفاتها في 13 يناير عام 1997 وبذكرى رحيل الفنانة الرحيلة مديحة كامل نصل لنهاية هذه الجولة الاغبارية شكرا على المتابعة